انهيار هو مصدر من داخل السجن عكاشا والسبب الإبديالة ريان ريان إخوان إخواتي كيف ما كنت تعرفوا أنه ستتم تسلمه لأحد السيدة بوشرة بوشرة التي كانت ترباة ريان أحسن تربية ولي كانت سبب أنه أخذ شخصية قوية لكن هو مصدر بعدما ألمات أن بهذا الخبر يعني السيدة نهارت داخل السجن وهنا فين ستتم مواكبة في الحالة النفسية ديالة تفاصيل خطيرة ومتيرة واللي ستعرفوا في هذا الفيديو إخوان إخواتي حاولوا أنكم تعملوا لايك للبرتاج كذلك تفعلوا معنا من خلال تعالق ديالكم ونبدو على باركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان إخواتي كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتما كتبعوا هذا الفيديو أكيد سمعتوا هذا الخبر دي الجدة جدة ريان اللي كانت تلماتوا يعني هذي يومين قبل يومين لإحدى الجمعيات من إحدى الجمعيات من أجل أنها تبنى ريان كذلك شنا ريتاج حتى يتعطى للإحدى الجمعية كذلك أمير اللي بقى عند العائلة بون على مدينة مراكش لكن هذه المعطاية إخوان إخوان إخواتي كلها واللي تم الكشف عليها في المواقع التوسط الجمعي كوش يعرف حقيقة الأبناء دي الأهويام اللي غيتبنوا من الجمعيات وغيحاولوا أنهم يربيهم لكن مطالب دي الجميع المتبعين اللي كي طالبوا أنه هذي ريان يكون عنده حد سيدة مسمى بوشرة اللي كان تربته هذي قبل عشر سنوات يعني في الوقت اللي كان مازال راديع وحتكبر عذا جد دخلت هويام وقد كتطالب الجمعيات وطالب سلطة القاضاة أنها يعني يرجع لها أريان أكيد تلمت أريان وهنا فين بذات يعني القصاوة والعداب اللي كي مر بها هذي أريان من طرف هذي هويام اللي كان الغرض ديالها هو أنها تحسد المشاهدة أنها غير تخلق البوز لكن أريان كان ضحية الأفعال الشنيعة ديالها دهيام اللي كان دائما كتتسكر دائما كتتعطى المخدرات وكما شنا أنها يعني كتتختار من الأزواج غير اللي مبليين بشعروا الحقيقة ديالها دهيام ستار هي كتتختار غير كتختار غير كالأزواج اللي مبليين بشرب مبليين بالمخدرات آخرهم هذي ابون عالا اللي اعترف أنه كان كيتاجر في الممنوعات المهم هويام ستار اللي من داخل السجن عكاشا يعني اللي كتعاني كثير وكت يعني وفي حالة نفسية صعيبة وفي نفس الوقت كتتعالج من طرف طبيب مؤسسة السجن يا عكاشا يعني والمواكبة ديالها في ظل هذه الموضعات في ظل أنها دخلت للسجن ومكاش كتظن أنها ستدخل للسجن كانت كتظن المتتبعين ديالها أنني كي خلاني السجن أنني يعني رأى السجن أنا فيسد داخله لكن أنا كان طالب الحقوق ديالي أمام الجميع وكان طالب الحقوق كان طالب الحكومة أنها تعطي حقي هذا رمش مبرر على أساس تخرج هذه الخارجات وتدير فيديوهات وتعرى وتسبب الماليك وتسبب الصوتات الخطير في الأمر هو أنها كانت كتتتعامل مع الوليذات بذلك الطريقة يعني الخطيرة كتتسفز طفل صغير اللي هو يعني ريان وكانت كتتحاول أنه يعني تعطيها يعني بعض تعليمات على أساس أنه يوجد البيبر والحليب الأمير يدير ليكوش يعني يغسل معنى والقشوع يعني يدير جميع الأشياء اللي مختصة بها المرأة فما بالوك الطفل اللي ما زال عنده 11 سنة يقوم بهذه الواجبات ناهيك على الضرب والشتم وهذا شيء اللي اعتارف به أمام قاضي التحقيق رياني كان أمام قاضي التحقيق واعتارف شيء حقائق لي خطيرة وخطيرة جدا معضايات لي خلات أن قاضي التحقيق يعطي تعليماته أن هذا ريان يعني قصة مواكبة الحالة النفسية لأنه فعلا تعرض للعنف جسدي للعنف النفسي ونحن كم متتبعين هذا القديد الطفل يعني سنشوفه كامل ذلك الفيديوهات كيفاش كانت كتتتعامل هذا هو مصدار مع ريان وكيفاش ريان اللي كان يحاول أنه يعني دكشي كي يخلي داخل القلب دياله سنش نهار يعني يوقع له شيء مشكل خطير وهشي اللي ما كناش بغينا يوقع له فالحمد لله هذا ريان اللي التعتق ريان اللي كان الحلم دياله أنه يرجع يعني في أحضان واحد سيدة أبو شرى اللي رباته اللي كان يالله رديع والسيدة كان دخلت للسجن هذا هو مصدار والسيدة اللي كان دائما كان تذكر السيدة اللي كان تدير المخديرات من جميع أنواع المخديرات وفي الأخير حتى تربم زيان هذا ريان ومشات للسلطات عند القضاء وطالبات بولدها على أساس أنها هي الأم البيولوجية قصت رجع لي وولدي فعلا نجحات السيدة أنها تاخد الحضانة ديالريان لكن الواقع أن هذا هو مصدار إخوتي اللي ما كانش الغرض من أنها تكون الأم السيدة كتعامل الأطفال دياله كلهم بوحد القساوة أمير رديع لي وولد ابو نعالا تهوى مرحماتوش تهوى مرحماتوش تهوى مرحماتوش تهوى مرحماتوش تهوى أنها تعطيه يعني من الحليب الأم بشي حسب الأمومة السيدة كتأمر ريان أنه هو لي بشي يدير الحليب ويعطيه يعني صراحة ريان أولا أم يعني أولا كيدير المسؤولي الدور ديال الأم صراحة وهذا الشي اللي هو الخطير وش إنه جمعية كثيرة لكي تدخل جمعية كثيرة لدخل منظمات حقوقية ريان ما شغير هنا في المغرب ريان كيش منظمات عالمية يدخلوا وحاولوا أنهم يعني ارفعوا شكاية واحتأنا هات الشكاية التي توضحت ضد هويام ريان ما كانش غير تفاعل ريان شكاية يعني في الخارج يعني عالمية ملشانية المغربية ريان ما لي السبب أنه تم الاعتقال ديال هويام استعر ريان ما شي هات الشكاية هات الشكاية اللي وضعوا من الجمعيات ريان هات الجمعيات اللي مساكنني صراحة تطالبوا أنه تم الاعتقال هويام وتعاقب بفعل هات السلوكات ديالها على المباشر وهات الشي اللي فعلا بين أن هات هويام طريقة تعامل ديالها خصوصا مع الأطفال يستحق واحد العقوبة اللي غتكون قاسية هيدا برد جمعات اللي مجموعة من التهم الخطيرة لا هي لا هات بن عالا اللي هو الزوج ديالها بن عالا اللي كان فعلا إخوان إخواتي باش نقول لكم بهذا العبارة سمحوا لي أنه تقول فعلا تقول مع هات يعني هويام علاش لأنه كان حط يعني وقت طالق يعني وكان بنقابة وقوسين أنهم غيت طلقوا لكن وقع الصلح بناتهم وقع الصلح بناتهم بسبب هاته هاته يمغراتوا بالفلوس بشات شرت له الموطور شرته ملابيس حطاته فلوس حطاته في الكونت غير باش ميطلق هاش لأنها كانت محتاج أنه يكون بجانبها واحد الراجل وهذا راما مش يا راجل إخوان 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 وطفاله راما مش يا راجل كوك الراجل كورا يعني يحمى أولادو وحاول أنه نصحد هويام ويجيب عائدو وحاول أنه ويجيب ناس المعارف ديانه غير باش يتوسطه باش يشوفون الحال هاته سيدا لأنه أولدك تدخل وتخرج في الخضراء سيدك تتعرى سيدك تغوت فلا حوله لقوة إلا بالله إخواني أخواتي كانت منه يعني مرة أخرى من سلطات الأمنية ما القضاء أن يتم متابعة أي شخص عنده محتوى غير هادف محتوى لكي ينشر شي حوجه لا أخلاقية يتم متابعته فورا لأنه شي ما بينه شي يبقى يعني نشوفوه في بلادنا المغرب لأنه شي شوه فعلا صورة المغرب بهذا الشي بهذا الخارجات شنا يصر السيل كتخرج عقوق الواردين كنشوفو الباذاوية صراحة كي يحاولوا أنه من خلق واحد تمتيلية غير باش يرفعوا من المرسل والمشاهدة ومن خلق البوز في الأخير شكل المتضر هو المجتمع المغربي للأطفال دينا الأبناء دينا اللي يحاولون أنه من خلق وهذه الأعمال اللي يقوموا بها هذي الناس فالأكيد جاءت دور وجاءت يعني الحركة دير القضاء أنها تمشي يتم تمشيط هؤلاء الناس لأنهم لا يمثلون مغاربة لا يمثلون نحن كمغاربة سبان معيور يعني أشغل نقول لكم أخونا أخوتي أرى بالزبط الحويج ربما أرى ما تدخلش للدماغ شي حويج أرى ما يمكنش يدخل للدماغ حتى ذيك العقوق الواردين اللي احنا كمغاربة بعيدة كل البعد على هاتش ولكن نشوفوه على المباشر ولكن نشوفوه على المباشر فالحمد لله القضاء اللي يتحرك فيلا اللي يتحرك يعني أخيرا والتعليمات اللي كالتعطاء من طرف الوكيل العام المالك أنه يجب متابعة أي أي محتوى لترفع ضد الشيكاية أنه يتم سدعه على فور ومتابعتي قضائيا ومواجهتي بلغة الفيديوهات غير الفيديوهات يعني تكفي ف كنتمنى مرة أخرى إخوتي أنه يتم إعادة النظر فالشيكاية اللي يقع وما يبقاش يتكرر ما كان يتم نشره يعني في شهر الماضية يعود أنه يتم يعني طرحه في المواقع التواصل الشيكاية لأنها تشي خطر وخطير وغير يعرض لمغرب يعني الأكبر شوهة وأكبر فاضحة ربما بعض يقول هال مغرب كدير هال صورة المغرب لكن إخونا أخوتي نحن نبعي كل البعد لا تشي كل على أين إخونا نكتب بهذا القدر في انتظار ما هو جديد ما تبخلوش يعني بالله يقديركم بارتاج دنتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته